السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم السبت 27 أيار مايو طبعا اليوم ما بينفع عواطف إلا الحب والعواطف والأمور هاي بتحطوها على جنب اليوم العقل اللي بدو يشتغل عشان تعرفوا تستثمروا هذا اليوم بشكل جيد وتطلعوا بأكثر المكاسب اليوم القمر موجود في برج الأسد ورح ينتقل في ساعات الصباح لبرج العذراء طبعا في عنا خلو مسار مستمر لغاية ساعات الصباح القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11.43 دقيقة من ظهر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العوا وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة موجود ما زال في برج الأسد عشان هيك لغاية ساعات الصباح يعني لغاية الساعة ثلاثة بتوقيت جرينيتش بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة أو التحلي بشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا ولكن زي ما ذكرت في حلقة الأمس إنه في عنا خلو مسار طويل فعشان هيك من الآن موعد بث الحلقة خلو المسار قائم ورح يستمر لغاية ساعات الصباح عشان هيك هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نذكرها هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين الزهرة وبين أورانوس وقلنا إنه هاي من يوم واحد وعشرين خمسة ليوم واحد وثلاتين خمسة ذروتها يوم ستة وعشرين خمسة الساعة سبعة وستة وثلاتين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما إنه بتكون شعبيتنا في تصاعد تجلبنا نوع من أنواع السعادة الغير منتظرة فيه إمكانية لخلق علاقات جديدة تبنى على المحبة والعفوية كما إنها بتشجه على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم خمسة عشر سبعة طبعا ذروتها يوم تسعة عشر ستة ولكن تأثيراتها طويلة لأنه هدول كوكبين بطيئين بالحركة يوم تسعة عشر ستة الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر بتكون ذروت هاي الزاوية هاي الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية يعني إلى مركز أكثر أهمية من المركز اللي إحنا فيه وبتزيد من إحساسنا بالأمن والسعادة المادية أيضا هاي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري أو الاهتمام بالعقارات وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي تأثيراتها من يوم ثمانية خمسة ليوم اتناعش ستة طبعا هاي ذروتها مضت وهاي زاوية ولكن تأثيراتها موجودة بتعزز قدرتنا على القيادة نتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعالية معينة أو التأثير والقيادة في محيطنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثمانية وعشرين خمسة يعني أو شكت على نهايتها بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور المناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وتأثيراتها مستمرة برضو لغاية تسعة وعشرين خمسة طبعا أو شكت برضو على نهايتها هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبتزيد من طموحنا تمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسؤولية وهذا وقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكل وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعا من الزوايا الخطيرة اللي ذكرناها من يوم ثمانية وعشرين أربع وإحنا بنذكرها بالتفصيل وإش تأثيراتها ومستمرة تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة عشر ستة بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين برضو هاي زاوية بتدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة وبرضو هاي إلها تأثيرات على المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية وإلها برضو بالشؤون العسكرية وبعض الأمور اللي إلها علاقة يعني بالاقتصاد والمشاكل والنصابين أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهاي تأثيراتها مستمرة ليوم تسعة وعشرين خمسة يعني أوشكت برضو على نهايتها وقلنا إنها هاي زاوية من الزوايا اللي كانت مؤثرة جدا بالفترة الماضية لأنها هاي زاوية بتولد اندفاعات مخالفة للصواب بتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبرضو بتعرقل من نجاحنا ومبادراتنا وعلاقاتنا برضو تعد هاي دلالة على مشاحنات وعنف وحرب ودمار واسع يتلو هذا الاتصال طبعا هاي كل هالأمور حصلت برضو إلها علاقة بالاغتصاب والفضائح الجنسية الإغتيالات والأمور هاي والتفجير والإرهاب والزلازل وأيضا إلها علاقة بالحرائق برضو إلها علاقة برضو بتقلبات المناخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 19.5 إلى يوم 5.6 طبعا ذروتها راح تكون يوم 28.5 ساعة 10.45 دقيقة ظهرا هاي زاوية بتخلق مصاعبه عرقيلة بتحتاج منا لبذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين قاسيين عنيدين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا إنعكاسات وإنقلابات في الوضعية بتصير عنا عشان هيك علينا مراقبة أوضاعنا بشكل جيد ما نتخذ قرارات مرتجلة بدون دراستها وأيضا علينا مراقبة صحتنا لأنها مهددة بسبب الإرهاق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها من يوم 22.4 ليوم 22.6 طبعا ذروتها مضت يوم 18.5 ولكنها مستمرة بالتأثيرات ل22.6 وهاي بتدل على خسارة مالية أو ظهور عاقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير طبعا هاي الزاوية وإنها هي بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلاد أو يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي أو المالي وبرضو تراجع في مدخيل البنوك والمؤسسات ويلها علاقة برضو بالبعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية اللي ممكن أنها تقوم بعمليات إرهابية أو شحن الساحة بأفكار مخالفة للصواب برضو ممكن تقع بعض التفجيرات أو الحرائق من طرف أيدي خفية تهدف لزعزعة استقرار البلاد أو اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين طبعا هاي كل هالأحداث حصلت في الفترة الماضية مرضو لها علاقة هاي بوقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق الغابات أو الزلازل في بعض الدول وتشتا يعني هيك بتجدد نشاط لبعض البركين بالنسبة للأحداث اليوم المباشرة طبعا إحنا ذكرنا في بداية الحلقة أنه في عنا خلوه المسار وخلوه المسار هذا مستمر لغاية الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بعدها في هذا الوقت بالضبط بانتقل القمر وبصير في برج العذراء عشان هيك من ساعات الصباح من عود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة أو في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أن عنصر التنظيمة بيلعب دور مهم ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما لها أي وجود وتعتبر هاي الفترة أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين أو شرب الكحول أو المهدئات وبوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل مع القمر طبعا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية مساء اليوم السبت طبعا ذروتها هي الساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم السبت بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة بنحضب شعبية ويسر مادي وصحة حضوة عند الجنس الآخر نجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا يعني أجواء تطلب تشغيل العقل للمكاسب المالية ونعرف نستغل الفرص ونعرف بأي اتجاه نتحرك برضو إلها علاقة هاي بدعم الأشخاص اللي بدوروا على قرض معين أو سلفي معينة أو علاقات تجارية برضو بتدعمهم بشكل قوي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي تأثيراتها طبعا تيجي الساعة ثلاثة وواحد وعشرين دقيقة عصرا ذروتها من اليوم السبت ولكن بتبدأ تأثيراتها من مساء الجمعة وبتستمر حتى ظهر يوم الأحد هاي الزاوية بمعنها تربيع وسلبية وبين القمر والشمس معناته هاي يعني ألغت شيء اسمه عواطف اليوم فعشان هيك التركيز بيكون كله عقلاني لأنها هاي الزاوية يعني بتخلي في نوع من حالي من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين عشان هيك ضبط الأعصاب وتركز بعقلانية أكثر من عواطف بيكون أفضل بتجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها ساعة أربعة واثنين وخمسين دقيقة عصرا من العصر يوم السبت ولكن التأثيراتها بتبدأ من ساعات الصباح ولغاية صباح يوم الأحد من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا إن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوذ يفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر وبتجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة والميل للكآبة أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون ذروتها صباح يوم الأحد ولكن تأثيراتها بتبدأ يعني تقريبا من ظهر يوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم الأحد هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد فهذه الزاوية بمعنى عطارد معناته العقل هو اللي لازم نستخدمه خلال هذا اليوم ما لازم أن نعتمد على العواطف عشان نقدر نستفيد من كل الأمور هاي اليوم نشعر من ساعات الظهر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للتجارة بشكل قوي وبصير في عنا ثقة عالية بالنفس ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا عن أي شيء بنشعر فيه أو حتى قدرتنا للتواصل مع المحوحيط والإقناع أيضا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عنا القلب الشريان الأورطي دور الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما من ساعات الصباح فبصير عنا البنكرياس العمود الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا أما أمور إلها علاقة بعمليات التجميل رغم أني أنا ما بشجع اليوم إلا أنه الأجواء تصلح للعمليات العمليات التجميل ما في أي مشاكل وهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج العذراء خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة التسعة وخمس واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الاثنين وبيستمر حتى ساعة ثنتين وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره ثمان أيام في تمام ساعة تسعة وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بيصير تسعة أيام يعني مندخل في اليوم التاسع الساعة اتناعش منتصف الليل من منتصف ليل السبت على الأحد بيصير القمر نسبته ثلاثة وخمسين في المية نسبة الإضاءة أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة منتحس الآن اليوم بنسبة خمس وعشرين في المية القمر في الأسد وفي ساعات الصباح دي ينتقل للعذراء ورح يظل في العذراء ليوم تسعة وعشرين خمسة منتحس الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات منتصف الليل اللي هي الجمعة على السبت بصير سعيد بنسبة خمسة عش في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية وبيكمل طيلة اليوم على هاي النسبة عطارد في الثورة حتى يوم احداش ستة سعيد بنسبة عشرة في المية الزهرة في السرطان حتى يوم خمسة ستة سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الأسد حتى يوم عشرة سبعة منتحس الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات منتصف ليل الجمعة على السبت بصير سعيد بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طبعا لا تنسوا دعم لايك كومنت شير اللي بدهم يحطوا ديسلايك يحطوا ديسلايك اللي بدهم يسبوا يسبوا ولكن الأشخاص اللي دعموا الحلقة يوم أمس شكرا جزيلا لإلكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتظل رغبتكم ممتازة للتقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم التقرب من الأبناء من الأحبة من أفراد العائلة من الوالدين يعني الأجواء تقريبا منقدر نقول إيجابية وداعمة بشكل جيد ولكن بدون عصبية وبدون حدية وبدون افتعال المشاكل أما من ساعات الصباح فهنا بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ الاهتمام بالصحة أو مراجعات طبية أو بعض الفحصات والتحاليل أو الأشياء هيك بتشعر بعدم الراحة الصحية اللي بيشعر بشيء غير اعتيادي راجع الطبيب طبعا برضو في نوع من أنواع الضغطة رح يصير على العمل بتجدوا أن العمل عندكم اليوم أكثر من المعتاد وممكن أنكوا تضطروا أنكوا تعملوا لساعات إضافية خلال هذا اليوم وحاولوا أنكوا ما تدخلوا بأي نقاش أو حوار حاد ما بينكم وما بين زملائكم بالعمل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتظل الأمور البيتية هي اللي بتشغل فكركم ما بين حوار ونقاش ومسائل عائلية وأمور إلها علاقة بتصليحات أو ترميمات أو حتى بعض الأعطال في منكم رح يكون في عنده مناسبة أو جمعة عائلية أو يهتم بهاي الأمور أهم إشي زي ما حكينا بدون خوض في أي مشاكل أو تطوير مشكلة أو حدية الطبع أما من ساعات الصباح فالأجواء رح تتغير تماما بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبانكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة فيها انفراجات برضو جيدة لأنه في أخبار ممكن تصلك أو تحل بعض المسائل الحظ بيدعمك بشكل جيد على مستوى الأحبة برضو الأجواء مميزة جدا ممكن تحل مسألة أو يعني شوي تحقق بعض الانتصارات بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات لغاية ساعات الصباح والحوارات والنقاشات ولكن ضبط الأعصاب مطلوب تقلب المزاج بيكون واضح خلال هاي الساعات حاول تضبط أعصابك لغاية ساعات الصباح وبرضو في نفس اللحظة دير بالك أو احذر وانت بتتنقل بسيارتك في بعضك رح يهتم بموضوع العلاقة بالإلكترونيات أو بالسيارات برضو الأجواء جيدة على المستوى التجاري أو على مستوى إقناع بعض الأطراف بوجهة نظرك أما من ساعات الصباح فهنا الاهتمام رح يصير إلو علاقة بالبيت والعائلة وتنظيم أمورك أو الأمور العائلية أو التواصل العائلي ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو تهتم بمسائل إلها علاقة باستئجار بيت أو المسائل إلها علاقة بالعقارات أهم إشي حاول إنك تهدأ ومات يعني ما تكبر المشاكل إذا صار فيه نوع من أنواع الاستفزاز برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي هذا برضو المكسب بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم ولكن بدكوا تحافظوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين ويبعدوا عن المغامرات المالية قدر الإمكان من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح رح تنشطوا بشكل كبير بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات عندكوا قدرة على الإقناع عالية جدا منكوا رح يكون له تواصل أو علاقة ما بينه بين أحد الإخوة أو أحد الجيران الأجواء بتكون جيدة واللي عندهم امتحنات اليوم بيبدعوا الأجواء برضو دعميتهم بشكل جيد ولكن بدون تسرع حاول تضبط أعصابك وقدم امتحنتك بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط موجود ثقة بالنفس موجودة عندك أفكار معينة بتحاول أنك تتممها خلال هذا اليوم أو بتجهزها ليوم الغد الوضع ممتاز ولكن لا ترهق نفسك كثير بالأفكار لأنه أنا عارف أنه قدش ضغط الأشياء اللي في دماغك وبتحاول أنك ترتبها ولكن فوضى الفلك الموجودة شوي بتخلي الأمور فيها نوع من أنواع الصعوبة إما صعوبة في إيجاد الحل أو صعوبة في تنفيذ المسألة لأنه بتحس أنه في إيش ماسكك طبعا هذا كله بسبب الوضع الفلكي وخلوق المسار وانتقال القمر من ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت المال فعشان هيك رح تهتم في أمور الهلاقة بالوضع المالي كثير من موليد برج الأسد رح يحصلوا على مكاسب مالية أو موعودين كانوا بأموال ويحصلوها أو يهتموا بمسائل إلها علاقة بقرض أموال لإلهم بدهم يستردوها تجيهم هدية أو دعم يعني الأجواء بتكون جيدة على هذا المستوى ولكن بتكون تنتبهوا وتحرصوا على أموالكم من السرقة أو الضياع برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا التعب رح يظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاولوا أنكوا تنظموا أموركم بس وتضبطوا أعصابكم ما تنفعلوا ما تبادروا بشيء جديد اعملوا بالأشياء بشكل روتيني فقط لا غير أما من ساعات الصباح القمر رح يوصل لعندكم فهونا بتمتلقوا نشاط وحيوية ممكن تقلب بعض الخيارات والتوجهات للشكل اللي بيناسب وضعك الحالي وبيصير عندك القدرة على قلب المعطيات لصالحك وبتقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال ساعات النهار وتكون برضو لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء رغم انه الضغط بلش ييج عليكم لانه القمر بدو يتجه لبيت المتاعب فهونا بتبلش فيه حساسية سوء تفاهم كلمة مش ممكن انها تستفزك او تعصبك او تزعل من احد الاصدقاء برضو فيه نشاط على المستوى الاجتماعي عالي جدا عندك خلال هذا اليوم ولكن حاول انك ما تتحسس بشكل كبير وبدك تعرف انه القمر باتجه بيت المتاعب من ساعات الصباح القمر خلص بوصل لها العذراء بيت متاعبك فعشان هيك بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد خلال هاي الفترة لا تحسنوا امر فترة سلبية وفارغة من الطاقة ومن الحظ اي شخص بوعدكم بشيء اعرف انه ما رح يوفي بوعده برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر برضو الاجواء جيدة للاشخاص اللي بدهم يدموا طلبات للعمل او للتواصل مع شركات او مع مسؤولين واهم اشي بخلال هاي الساعات لغاية ساعات الصباح اتحافظوا على سمعتكم ما في داعي للانفعال ما في داعي للتحور ما في داعي لمخالفة القوانين او المجازفات والعصبية والامور هاي اما من ساعات الصباح فهنا القمر بده ينتقل لبيت العلاقات الاجتماعية بتنشطوا بين الاصدقاء بين علاقاتكم بين معارفكم وممكن تستغل بعض المعارف لانجاز بعض الامور المهمة يعني لازم طرف اخر يساعدك في الموضوع منكم اشخاص ممكن يشارك في حفلة او مناسبة او يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة بتصير الاجواء جيدة وداعمة بشكل ممتاز برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيظل النشاط على مستوى العلاقات مع اشخاص خارج البلاد او الاتصالات البعيدة او السفر او ممكن تشاركوا في حملة او ورشة او دورة دراسية او امتحانات بتظل الاجواء جيدة ولكن اللي عنده سفر الشوارع المفتوحة ينتبه اثناء قيادة السيارة اللي عنده امتحان ما يعتمد على الحضوض بده يدرس بشكل جيد على مستوى باقي الامور تقريبا منقدر نحكي ممتازة وخصوصا الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة او التعليم هدولة الاجواء بتكون جيدة بالنسبة لهم اللي عنده سفر من الان ولغاية ساعات الصباح بده يتفقد اوراقه بده يروح على المطار او قبل بوقت عشان ما يصير نوع من انواع التأخير اما من ساعات الصباح فالقمر بده يوصل لبيت السمعة فها بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتصير فترة جيدة ومناسبة للاشخاص اللي بدهم يبحثوا عن عمل ولكن بتكون تتجنبوا الخلافات وتسعوا خلال هذا اليوم لتلطيف الاجواء وحاولوا انكم ما تتصرفوا اي تصرف يشوه سمعتكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بظل التركيز على الامور المالية المشتركة لغاية ساعات الصباح في فرصة لمكسب مالي او ترتب وضع مالي او تسعى لا تحصيل بعض المكاسب المالية من الزوج من الزوجة من شريك يعني من اي طرف اخر هاي بتفتح لك مجالات جيدة حتى على مستوى الاوراق والمعاملات والامور البنكية رغم انه خلو مسار انا ما بنصح في هاي الامور بهاي الفترة ولكن في اهتمامات ما زالت للوضع المالي حاولوا بس قدر الامكان انه تبعدوا عن الخلاف والزعل وخصوصا مع المقربين منك اما من ساعات الصباح فالاجواء بتصير ممتازة جدا بتنشطوا في امور الها علاقة بالعلاقات مع اشخاص خارج البلاد والسفر الاتصالات البعيدة الامتحانات الجامعية برضو بتكون ممتازة خلال هذا اليوم على مستوى الاوراق القانونية والمعاملات احسن وبرضو على مستوى علاقاتكم مع الاحبة برضو ممتازة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بما ان القمر ما زال موجود مقابلك تماما معناة طاقتك ضعيفة حاول انك ما تبادر باي شيء ما تبدأ باي شيء مشي الفترة لغاية ساعات الصباح حيكي لانه حاول يعني خلي اعصابك باردة على الاخر حاول انك ما تنفعل وما تعصب من ساعات الصباح طبعا هون بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة وبرضو بتهتموا بالاموال المشتركة بشكل جيد بنك ضريبة تامين يعني من هذه الاجواء حاولوا تنجزوا برضو واجباتكم بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالامور الثانوية اليوم في فرص للمكاسب المالية فلازم تستغلوها ومعدكم راح يهتم ببعض المسائل العائلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا فعشان هيك القمر الان بتجه لمقابلتكم تماما تجد ان طاقتك نزلت فعشان هيك حاول انك تنجز اللي بتقدر عليه من اعمال وحاول انك ما تبالغ باعمالك اي كلمة اليوم ممكن تستفزك لانه انت حساس جدا بهاي المرحلة حاول انك ما تسمح للواجبات بانها تتراكم عليك انجز اللي بتقدر عليه بشكل روتيني من ساعات الصباح القمر راح ينتقل مقابلك تماما في برج العذراء بصير الوقت جيد للعلاقات المشتركة او للامور المشتركة او تعزيز شراكاتكم سواء المالية او العاطفية ولكن بتكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظر الشريك حذروا من الخلافات ولا تضخموا الامور وانتبه لطاقتك لانها ضعيف جدا طبعا لا تنسوا تحطوا اللايك والديسلايك والكومنت والشير والاشياء هاي وشكرا للكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة